لن يتأخر كل من السينما الأمريكية الروائيين المبدعين ومؤيدين نظريات المؤامرة في استغلال ثنائي غير العادي المتمثل في دونالد ترامب وإيرون ميسك وهما شخصيتان فردتان من نوعهما لنسج روايات خيالية وأفلام خيال علمي مستوحات من قصتهما في تسجيل سابق عقدت مقارنة بين هذا الثنائي والمسرحية التراجيدية التي كتبها المفكر الألماني جوت غوتا قبل أكثر من قرنين تحت عنوان فوست تجذر الإشارة إلى أن هناك نسختين من فوست الأولى نشرت عام 1808 والثانية عام 1832 بعد وفاة غوتا الذي قام بإعادة سيارتها بالكامل النسخة الثانية تتضمن نصا افتتاحيا مذهلا بعنوان افتتاحية في سماء الذي سأخصص له تسجيلا آخر لأنه مرتبط بالثورة الفكرية التي مر بها جوت غوتا بعد اكتشافه للقرآن الكريم لنعود إلى موضوعنا اليوم فوست هو حوار طويل بين إبليس والدكتور فوست عالم كيميائي محدود بحدود البشرية لكنه مهووس بالشباب الأبدي وعلم الغيب والخلود يوقع الإثنان عقدا يلبي فيه كل منهما الغابات الآخر تناقش المسرحية موضوعات مثل الصفر عبر الزمن والمكان خلق الإنسان الاجتناعي واستخدام خلق النقود لتخليص الدولة من الإفلاس وهي موضوعات تسبق عصرنا بجرأة ودهشة في واقعنا الحالي مع اقتراب نهاية عام 2024 يمثل ترامب رمز القوة والسلطة وكأنه سيد الجنة والنار أي ميفيشتو أو إبليس بينما يمثل إيلون ميسك العبقارية العلمية والطموح غير المحدود ساعيا للتطلع للقدرة الإلهية من خلال التحكم في الذكاء الإصطناعي وتكنولوجية الفضاء يسعى ميسك لخلق حياة إصطناعية على الأرض ونقلها إلى كوكب المريخ لتوفير ظروف ملائمة للحياة البشرية هناك احتاج ترامب إلى عبقر مبتكر وجاري لتحويل أمريكا وتخليط اسمه في التاريخ بينما احتاج ميسك إلى القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لأقوى دولة في العالم لتحقيق مشارعه أدرك الرجلين حاجتهما لبعضهما البعض وأن اتحادهما لن يكون مجرد إضافة حسابية لقدراتهما بل عملية رياضية معقدة تضاعف إمكانتهما إلى أقصى حد إنهما مقتنعان بأن اتحادهما يمثل عظمة أمريكا وعبقرية العلم لكن هناك ظروف غير متوقعة قد تعرق الأحلام هادث نائي الجهنمي لم يكن لدى نيرون واللاعى أو وقود لإحراق روما لكنه نجح في ذلك تخيلوا ما كان سيفعله هتلر والدكتور فولاموه إذا امتلك آلاف الرؤوس النووية ولسوء الحظ للعالم هذا الثنائي الجهنمي ليس الوحيد الذي يهدد السلام العالمي هناك أيضا الثنائي الأكثر غرابة الممثل في فلاديمير كوتين وكيم جونج يون الذي بدأ بفعل عمله في أوروبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر